أكل الصابون في المنام يدل على سلامة النية ما يكون سببا للرزق على ألا يكون مع أكل الصابون في المنام ضرر للرأي أو ألم في بطنه أو صدره وقبل أن نكمل لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا وشكرا على الدعم فإن كان مع أكل الصابون في الحلم ألم أو ضرر دل على اترار الرأي للاقتراض وقيل أكل الصابون في المنام مع الضرر يدل على فعل يكون بعده ندم وقد تدل رؤية أكل الصابون في المنام على عمل يقوم به الرأي ويكون قزه فيه خيرا لكنه لا يعود عليه بما توقع والله تعالى أجل وأعلم شراء الصابون في المنام يدل على البداية بمشروع جديد فيه رزق طيب حلال وقد تدل رؤية شراء الصابون في الحلم على الاستعداد للزواج بالنسبة للأعزاب وأما صناعة الصابون في المنام فتدل على أخذ علم والتمرس به حتى يزيع صيط الرأي بسببه وقد تدل صناعة الصابون في المنام على العمل في مهنة فيه منفع عام للناس مثل التعليم والإرشاد وكذلك يدل بيع الصابون في المنام على الرزق المحمود وعلى المنفع التي تحصل من البائع في الحلم للناس الإنزلاق والسقوط في المنام لا خير فيه عموما سواء كان بسبب الصابون أم بسبب غيره وقد يدل الإنزلاق أو التزحلق بالصابون في المنام على وعقة صحية مفاجئة تكون سببا لتعطل الرأي عن حياته لكنها تنتهي إلى الشفاء بإذن الله والتزحلق بالصابون في الحلم قد يدل على مكيدة يقع بها الرأي بسبب طيبة قلبه ويكون الضرر الذي يناله الرأي في حياته على قدر ما يصيبه في المنام نتيجة الزحلقة بالصابون فإن انكسرت يده أو رجله كان البلاء في رزقه وماله وعمله أما إن انكسر ظهره بسبب الإنزلاق في المنام فيكون البلاء فقدانه لسنده ومن يرعى أموره ويواسيه في حياته والله تعالى أجل وأحكم موسيقى